موسيقى الحمد لله كنت جري بزوينة بصراحة مع أمين كنت جري بزوينة في السنة القديم بزعمة سواء كشتغالي معاه كممتيل أولا كاكوتش حقاش كنت معاتا كوتش في المسلسال فش خرج المسلسال صراحة تفاجأت برد الفعل دي الجمهور وفرحنا بزاف حقاش حتى طريقة الاشتغال يعني كانت كننز عمم تخوص تخيسة في اللوال ودكشي ولكن من بعد من دخلنا في المودن حنت تلت شهور صعيبة تخدم تلت شهور ولكن الحمد لله حتى تخرج نتيجة بحلقك ستقول الحمد لله المجهود ديني مكمش شاكك أنا بالنسبة للدرامة المغربية ليوم ما بقت مرتبة طاغير برمدان وهذا جانب إيجابي يعني ولو عدنا متتبعين كتبعوا على طول السنة الإنتاجات المغربية وإن تلت شهور صعيبة أو لا تلت شهور صعيبة ستحبون وذلك لذلك لذلك وإن تلت شهور صعيبة لذلك لذلك نحن نتوقع لذلك 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 كبير في الصالح الجزء اللو لذلك الحمد لله كيفما شاف الجمهور الفيلم دبانش لقى نجاح عند الجمهور والحمد لله أول مرة نعمل كمخريج وكسيناريس وصفي بليزير لدينا مجهود ومعرفية تيقا ونتمنى أن نكون عند حسن طن دياله وطن ديال الجمهور وبين صغر كتحس بواحد الفرحة كتحس بأن ذاك المجهود ديالك ممتاش زعما هباء من توراق كيف ما تقولون لنك الحمد لله تيجي من رضاة الواليدين ومن العمل ومن الاجتهاد لنك الحمد لله لا تنسوا تابونوا في الشيئ يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش الديروجام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي